قالت ويكلة الأنباء القطرية من جانبها في بيان نظرته أمسل 2 إن قطر واثقة بأن ويكلة الأنباء القطرية تعرضت لهجوم قرصنة في شهر مايو الماضي وتقرير واشنطن بوست الأمريكية يدل على هذا الأمر واجأ هذا التصريح بعد أن فوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية تورط بلاده في الهجوم الإلكتروني وأضفت الوكالة أنها تأسف لتورط الإمارات في عملية القرصنة المعنية التي ترى فيها انتهاكا للقانون الدولي مؤكدة في الوقت ذاته على أن قطر ستواصل التحقيقات في الحادث وستتخذ كفة الإجراءات لمعاقبة المدبر والمنافذ في سياقنا متصل قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في وقت سابق إن عدة دول في الشرق الأوسط متورطة في هجوم قرصنة استادف وكلة الأنباء القطرية لكنه لم يفصح عن أسماء تلك الدول ترجمة نانسي قنقر